بغيت تبيدي لي الوجيه ديالك اللي لقابد وترجعيه منور وبيض وصافي حليب اليوم اللي بنجبت لكم الحلمي تالي اللي غادي ينقض لك البشرة الوجيه ديالك ويخليها صافية ضاوية حليب ان شاء الله منذ اول استخدام وصفة اقتصادية بسيطة رخيصة وكترجع لوجه بريوم زيت منيش وغنخدمو في هاد الوصفة ديال البنات بجوج ديال الاشياء يعني اثنان في واحد الوصفة غايكون فيها قوماج بالنسبة لبنات اللي كتسولوني دي معلى لقوماج البساط الاقتصاديين والرخاص بلوس البنات غادي نبارتاجي معاكم وصفة التبييد وصفة التبييد زائد القوماج يعني اثنان في واحد ووصف فيديو في جوج ديال الاشياء فبهد الوصفة غادي توديع لي شي حاجة مثال سميرار شي حاجة اللي معد بكم حناك في حياتك كاملة هو او لهما العطاش هما التسبوغات هما عدم توحيد اللون هما السميرار وجهك الى كانت قبلك بالحبوب فاليوم ان شاء الله غا توديعي لي هاد شي كامل ودقولي لي باي باي والى الابد ولكن انتي كتعاني من الحبوب والاثار دياله وكي ما كنقولو حنا الحروق ديال الشمسي كاتخيز ديال سنين واعوام الكحولية اللي كتكون حول الفم في المناطق الحساسة غادي تبيضك و ترجعك باللارة عروسة منذ اول اس كي ما كنقولو من اول وجديد ان شاء الله وليش هف تقدروا لي ما توقفك و تسولك على السير ديال البيض ديالك لانو الوجاة كي ما كتلكم را ما نعودش لكم البنات كي واللي بيض حليب وغادي تخلصي ليحتم اللي بوانوار من نقاط السوداء الجلد الميت وكذلك الطبايع البوقاع الموجودين في الجسم وحتى في اللي بارتي انتيم وغا تبيضك و تصفيلك الوجيه ديالك ع 10 درجات الى ما فوق بإذن الله تعالى واللي غادي نقول لكم حبيباتين بكم كاملين تنزلوا تشجعوني باللايك ديالكم تشتركوا في القناة تفعلوا زال جارس و تخليوا من اللي كمانتاغ ديالكم وغاوبي زوليكم كاملين وكملات البنات اللي كي شجعوني وكي اظنوا ساوبية القدام فالله يعطيكم صحيح تكم شكرا لكم وعلى بركة الله مش باش نتعرفوا على المكوينات اول حاجة البنات عدنا مكوينين اساسيا وكما تكونوا شفتون في الصورة المصغارة هما القهوة سريعة الدوابان او القهوة حبيبات وعندي هنا البنات زيت جونسون بيبي للاطفال بالنسبة لهذا الزيت متابعة الحال ممكن تديروا اي زيت البديل دياله ولا العوض دياله ولكن انا البنات اختارت زيت جونسون لانه صراحت الله كيعجبني منتما هنا لكم حرية الاختية بالنسبة للجونسون راه فيه بزفت الانوان وبزفت الاشكال وبزفت الروائح كين هاد الموف هذا كين هاد الغوز بيبي كين كذلك البنات واحد اللون خضار واحد اللون زرق يعني وكلها لون راه بريحة معينة يعني انا ماشي كل شي في حال في حال في الريحة بالنسبة اللي بنات اللي كي سولوني فتعال فقلنا زيت جونسون بيبي للاطفال نلقى هوا سريعة الدوابان او نلقى هوا حبيبات هنا عندي ناس كافي سينان ممكن نديروا سامر هادو هم جوجة المكونات اللي غادي نحساجه ان شاء الله القوماج ومن بعد غادي ما غادي نصوبوا القوماج غا ندوز معاكم للوصفة ديال التبيهيذ اللي غادي تحتاجي ليه فيها ان شاء الله الى النيل الزرقة هاي مولاتي ويتنبيضك ونرجعك عروسة ان شاء الله كيما قلت لكم من اول جديد فكيما قلنا غا نحتاجوا النيل الزرقة غا تحتاجي معايا للمولاتي ان شاء او لما كي تسمى بالدراء هادو ماركينا عندي هادو العلبة هادو فيها مية وسبعين جرام تماندي لسبعة درهم وعندي هادو نوعية ديال في مية وثمانية جرام وتماندي لسبعة درهم فا ها نحتاجوا ان شاء الله ان شاء الله ها نحتاجوا النيل الزرقة ها نحتاجوا الخرقوم البلدي اللي غادي رجعك كيما كان قلوه قرطاسا غا ترجعي صافيا حليب حتى لعندكم الناس ذاك الخطوط اللي كيكونوا في الكرش فترة الحمل او لما بعد فترة الحمل نحن كما كنا نعرفون نساء كانت تعرضوا بزاف لها ديال الخطوطة فالخرقوم غزل هادو المشكل هادو فقلنا الخرقوم النيل الزرقة آآ انشاء وكذلك البنات غا تحتاج معي الموها ديال الزهر ها هو عندي هنا يا المدية الزهر من طبيع الحال غادي نحتاجوا القهوة وزيت الاطفال نعودوا المقادر القوماج غا نحتاجوا فيه القهوة زيت الاطفال فقط يعني وصفة اقتصادية بسيطة فغير ما بغا تسحيد عليها العقز وتنوت تجرب لي هادو المولاتي الوصفة وعلى بركتي الله هندوزو القوماج اول حاجة غا ناخد معلقة ديال القهوة طبع يتحل بناس الى عندكم الجسم ديالكم كامل را ما غا تحتاج اشي معلقة خصك اضع في المقادر ولكن انا غا نكتفي غير بملعقة واحدة فقط وانتوما عينكم ميزانكم كتضفي لها معلقة ديال الزهر الاطفال حتى الجوج ديال معلقة بشاكد الدوب ديال القهوة انتوما حبيباتي صافي وهي الوصفة واجدة ما عليك الا انك تقومي بها الوجيه ديالك اي بغتي فيها القشر الميتين فيها الوسخ قومي فيها في الحمام في البيت في اي بفدوش في اي بلاسة دابندوزو الوصفة التبييد لانو وصفة الفيديو ديال اليوم كما قلنا فيه قوماج بلوس وصفة التبييد بالنسبة المكونات اللي غا تحتاجوا معانا كما قلنا نيلة الزرقانشا الخرقوم القهوة الزهر مع القهوة زيت الاطفال في الاخر نضيف جوج مع القهوة ديال انشاء نضيف نصف مع القهوة ديال خرقوم البلدي اللي كيكون طبيعة الحال مطحون جيدا كالطحنة عند العطار وعند العشاب لكي تسعر فيها انه بلدي المئة نخلطهم بالمئة الزهر هاو محبيباتي هاو محبيباتي انا هنا زيت تقريبا نجوج معالق صغار ديال انشاء وانتوما لكم حرية الاختيام طبيعة الحال الكمية كتبقى اختيارية على حسب الرغبة ديال كل وحدة فينا تسعر سريعات الدوابان معيني القهوة حبيبات يعني قهوة حبيبات كتبقى نتبقى نضيف نشا 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 كمي نضيع نشا اشتركوا في القبيصة نضيف الوصفة اضافة على وجهكم ولكن اضافة القوماج اضافة القهوة اضافة الاطفال اضافة الوصفة التبيض اضافة الوصفة اضافة الوصفة شكرا لكم شكرا لكم كما قلنا الصحراء يستخدمون شما بشكل نيلة الزرقة بشكل كبير قريبة زوجة عروسة مخطوبة مع مزوجة نيلة الزرقة فتبعد الجسم بياضه بمكونين اساسيين القهوة وزيت الأطفال زائد المكونات التنوية اللي هم رخاصين وموجودين تبارك الله فين ما مشينا فانتمنى هاد الفيديو عجبكم وين الاستحسان ديالكم وبليز حبيبتي ما تبخلوش علينا بلايك اشتركوا في القناة فعلوا زل الجرس خلوا بنا تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم شنو من المواضيع اللي تباوني نتكلم فيهم ان شاء الله اي موضوع تبغيوا فانا راه الاشارة ديالكم وبالنسبة البنات اللي غاي سولوني من بعد ما انتهيوا من هاد القوماج هذا شنو الاشياء اللي يرتبوا بها الجسم ديالنا خصوصا البنات اللي عندهم داجا البشرة الحساسة الجافة الى اقصى درجة فاللي غم نسحكم بها البنات من بعد السكراب والقوماج والوصفة بعد ما كد نشوف عشرين دقائقات كتغصليها احسن حاجة هو تعاودي ترتبي سواء بزيت جونسون بايبي للاطفال او لا باي زيوت او لا بكريمات انا اليوبا سوف نشارك معاكم الزيوت نشارك معاكم الزيوت نشارك معاكم البعض الزيوت اللي زوينين جربتهم وعودتهم اول زيتها البنات نصحكم به زيت الافوكادو هكذا البنات يجي هدا غزال كي حماقشته حكين كذلك البنات زيت الحلبة اللي كنفخ حتى الخديدات بنسبة البنات ساكدين الخديدات ديالهم نحافين يعني ما لوجه ديالهم مغليتش نهائيا فنصحهم بهد هده الزيت هذا كين زيت الصبار اللي ديما كنقول لكم ركي صلح البشرة الحساسة اللي كتكون فيها الحبوب فيها ليطاش فاعليكم بزيت الصبار هاو غزالة البنات تهوية كين كذلك البنات زيت اللوز تهوية كين حبيباتي زيت 30 شوكي تهوى غزالة ديما كان بكتاجه معاكم كين كذلك حبيباتي كما كان قولو حنايا زيت جاوز الهند ولا زيت الكوكو هاوه زيت الغوكا وزيت الأرقان للتجميل هادو كلهم زيود زوينين لقد اخذتهم معكم و قلت لكم استخدموهم و عوينتكم مغمضين طب الحال كان الكريمات كان فازلين كان لوشن كان بزاف ديال حاجات ولكن الزيوت اللي درتوهم ديروهم في الليل ما ديروهم مش في الصباح و تعرضو الأشياء عد الشمس لانو اللبنات انفو تعرضو الأشياء عد الشمس را غادي الوجه ديالكم يزيت تشوط و يزيدي كحا الزيتك يزيدي هي جسمش باش وجه ديالكم يتشوط و يتبرونزة فليز اللبنات ديرو الزيوت في الليل في الصباح فاش تبيت مشي تدي ولدتك المدراسة ولا تقضي أي غراض خارج البيت و في هاد الفصل ديال الحرارة و ديال الشمس ديال الواقي الشمسي بو مادة ديال الشمس اي نوعية اللي كتناسب البسرات الوجيه ديالك تاخذيها من الباغة و المصيدة ليا فحال فحال و استخدميها يوميا و عوديها كل ساعتين يعني ان فوت مر ساعتين فعوديها من الأحسن خصوصا في البحار الابيسين يعني في هاد البلايس اللي غادي زيديت بروم زي فيهم هاد شي اللي كان بصحة و الراحة و انتمنى ان شاء الله شفاء الجميع ما تنسونا شمالي اللايك اشتركوا في القناة و فعلوا زال الجرس و هاد ينطلقى معكم ان شاء الله في ميزات و فوصة فتعا قريب إلى اللقاء اشتركوا في القناة